قام رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء دروس الزبيدي بزيارة تفقدية لمبنى الهيئة الوطنية للأعلام الجنوبي بمدينة التواهي حيث دشن العمل بإذاعة نور عدن للقرآن الكريم التابعة لقطاع الإذاعة والتلفزيون المزيد في هذا التقرير لتشجيع البيئة الإعلامية في الجنوب اطلع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عدروس الزبيدي خلال زيارته لمبنى الهيئة الوطنية للأعلام الجنوبي على سير العمل في الهيئة والقطاعات التابعة لها بالإضافة إلى سير العمل في المركز الإعلامي للقوات المسلحة الجنوبية والجهود التي تبدل لمواكبة التطورات الميدانية وإبراز الإنجازات التي يحققها أبطال القوات المسلحة الجنوبية ضمن عمليتي سهام الشرق وسهام الجنوب لتطهير محافظتي أبيا وشبوة من العناظر الإرهابية وعلى هامش الزيارة رأس الزبيدي اجتماعا باللجلة التحذيرية لمؤتمر الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين متعرفا على مستوى الإنجاز الذي حققته في الإعداد للمؤتمر الأول المزمع عقده خلال الفترة القريبة القادمة وأكد الزبيدي أن قيادة المجلس الانتقالي لن تلو جهدا في دعم ومساندة جهود الهيئة الوطنية للإعلام لخروج المؤتمر بنتائج مثمرة تخدم واقع الإعلام الجنوبي وتنتصر لكل الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين وتعزز من حضورهم داخليا وخارجيا بما يمكنهم من ختمة قضيتهم الوطنية ولتعزيز الخطاب الديني المعتدل البعيد عن الغلوب والتطرف دشن الزبيدي العمل بإذاعة نور عادا للقرآن الكريم التابعة لقطاع الإذاعة والتلفزيون مشيدا بأهمية وجود إذاعة تعنى بالقرآن الكريم وعلومه والسنة النبوية الشريفة وتعمل على تنوير المجتمع بأمور الدين الإسلامي الحنيف ونشر الفضيلة وقيم الخير والتسامح